بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم هو فيديو سريع أحب أوجه بس فيه الشكر للأخ حسن شاكوش والأخ حمو بيكا والأستاذ محمد رمضان على أنهم ولأول مرة وحدوا الرأي العام من فترة طويلة على رفض منكر وعلى رفض إلي تأدبوا على رفض إنحطاط أول مرة نتلمح حواليه كلنا من زمن بعيد فات الرأي العام اللي هو على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر واللي أثبتت الأيام الأخيرة بالفعل أن له قوة لا يستهان بيها أبدا بعد ما جمعت أصوات الناس المحترمة الرفضة للأرف كلها عشان توصل لمنظمين مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في بوظاب يوم الخميس عشان يبدلوا محمد رمضان بمحمد حمائي بعد ما كان رمضان هو اللي حيحي حفل الافتداء بعد ما اشتعل الوطن العربي كله رفضا لمحمد رمضان وسلوكياته إن شاء الله تكاتف الناس المحترمة الرفضة لكل أشكال الانحضار الأخلاق بكل صور يقدر كمان يخفي من الصورة شاكوش وحمو بيكا وباقية العصابة اللي مسمين نفسهم مطربين المهرجانات والحمد لله هي بدأت تندع بعد استنكار الكثيرين لأغنية شاكوشة فاندي لبنت الجران اللي غنها قدام تمانين ألف واحد في أستاذ القاهرة وهدت فيها بأنها لو ما رجعتوش حيشرب خمر وحشيش موضوع رمضان شاكوش وحمو بيكا وباقي من جعارين المهرجانات يجب أن تكون وقفتنا معه وقفة طويلة ولا يصبنا الملل أبدا أو الاستسلام لأمر ممكن نغيره لو فضلنا مستمسكين بالرفض لأن لازم يا جماعة نبايل للناس خطورة هذا السرطان ده ده ومنتشر هم مش مجرد حمروا بتجعر لا والله الموضوع أخطر من كده بكتير الموضوع مش موضوع برضو نقابة مهن موسيقية عشان تمنحهم من الغنى لأنهم بيغنوا في أي حتة تانية بصورة أو بأخرى وبيتصربوا وأغانيهم بتوصل للملايين زي ما أنتوا شايفين لكن الموضوع هو موضوع ولادنا موضوع انحضار للزوق العام على أعلى مستوى الموضوع في منتهى البساطة هو إفساد في الأرض بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الموضوع يجب أن لا يكون من أياد نقابة المهن الموسيقية عشان تمنحهم من الغنى لكنه يجب أن يكون تحت سلطة الشرطة وسلطة الداخلية وسلطة قوات مكافحة الإرهاب لأن بصراحة دول مفسدين في الأرض بيسعوا لنشر الفاحشة ونشر الرزيلة على أعلى مستوى بالوصائق وبالمسندات هي لو أغاني حمورية ما فيش مشكلة لكن كلمات الأغاني هي بمثابة بلاغ للنائب العام في كل واحد من دول من اللي غنى الكلمات دي الكلمات ديت والأغاني دي بتندرج بالزبط تحت بند فعل فاضح في الطريق العام الفاظ بزيئة قذرة بتدخل في النطاق السب والقصر لكل حد محترم عايش في البلد دي هي تستحق على الأقل عقوبة قد تصل إلى السجن عدة سنوات بموجب اللي جاي في الدستور المصري وليس مجرد المانع من اللقونا بخلاص الناس اللي بتدافع عن السرطان اللي منتشر ده واللي حينتشر أكتر طول ما احنا سكتين وقالين احنا ملناش دعوة مش عارفين ان أولادهم أول حد حيدفع التمن لما بتلاقوا يا جماعة أولادكم حيطبقوا الكلام اللي في الأغاني وناس كتير والله ما تعرف ايه كلمات الأغاني وانا كنت منهم لغاية لما النهاردة جاتني رسالة على الخاص بكلمات بعض أغاني المهرجانات أقسم بالله العظيم أنا كنت بقرأ الكلام وخايف حد يدخل عليه وانا بقرأه حاجة في منتهى القرب في منتهى السفالة في منتهى الانحطاط في منتهى القذارة والسفالة أكيد أكيد أنا مش هقدر أقولكم على كلمات الأغاني ديت لكن على الأقل حختار أدب حاجة فيهم قالها الأستاذ المحترم حمو بيك في مهرجان اسمه أمك صاحبتي يعني الاسم المهرجان نفسه ودي تقبيدة حضراتي بيقول في الاغنية ايه بيقول اصحى ياللي أمك صاحبتي وخالتك كمان فردتي الله ياخدك وأخدك بترقص على مطوتي أحسن من أيها سرساجة أنا آسف الله بس يعني دي أقدب حاجة في أغنية تانية بقى بيغني للأندر وير بتاع السيتات من الآخر يعني بقية الكلمات حتى ما ينفعش حتى ألم عنها لكنها بمنطقة البساطة يعني بيوصف في الأغاني بتاعته يا جماعة علاقات جنسية والله العظم بيوصف علاقات جنسية بالكلمات المباشرة الأبيحة مرة جوه توك توك ومرة في غرزة وحتى في مهرجان عملوا اسمه إيه اسمه انتحار على خط النار يا سيدي بيحكي قصة قصة إيه عارفين قصة إيه قصة أب أب استقفى العظم كل زنب قبم عاشر بنته عشان شافها بتلعب ريضة في البيت فطرت شهوته بالله عليكم ده يقال عليه يعني انحضار بالزوق العام يا جماعة دي جريمة والله العظم جريمة ان احنا نسمح للكلمات دي انها تمشي في البلد بالطريقة ديت عشان كده يعني نقابة المهنة الموسيقية طلعت النهاردة بيان وكتر خيرهم لغاية كده بيان بأسماء المطربين دول ومنعبتهم بالغناء اسماءهم بقى ايه بقى ان هم فيه الديزل والزعيم والعصابة والمدفعجية وقوكة وقرتيجة وشاكوش وريشة والدخلوية وحمو بيكا وشواحة وعلقففتي وحاحة والصواريخ والعفريت والكعب العالي وكزبرة وشطة وحنجرة ورزة مطرية يعني الاسماء نفسها تودي مؤبد على طوله قرار المهنة الموسيقية جماعة انا قلت لوحده مش كفية القرار يجب ان يكون قرار دولة بالقبض عليهم كلهم بتهمة افساد الزوق العام ونشر الفاحشة والدعوة اليها والتحريض على الفسق والفجور عيانا بيانا وقبل ما يكون قرار خاص بيه نقابة المهنة الموسيقية او خاص بيه قرار الدولة يجب ان يكون القرار في المقام الاول قرارنا احنا مش بس نحافظ على اولادنا من الانحضار ده لكن باننا ما نسكتش على هذا التردي وعلى هذا القبح وإلا فقل على الدنيا السلامة خلوا بالكم من اولادكم اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية